منتجون يحذرون من نقص مخزون العجاء في الأسواق إذا ما استمرت وزارة التجارة في تنفيذ قرارها برفع الدعم عن القمح الموجه لصناعة العجاء ويتحدث المنتجون هنا عن أن هذه المادة الهامة لا يصدر منها إلا عشر بالمئة ديوان الحبوب اللي رايح للعجائن لإستهلاك العجائن حوالي ثمانية عشر في المئة الإنتاج للزائريين لماذا ما وصل للدولة الخارج يعني يعني لو يحب الإنسان يصدر يديرونه ضريبة ضريبة على التصديق وزارة التجارة أجلت العمل بهذا القرار لأسباب تنظيمية بحتة وتطمئل المواطن لا زيادة في الأسعار ولن تكون هناك ندرة أحكام هذه نفس المبادئ اللي يضمنها المرسومين سوف تبقى ثابتة وبالموازات هناك العديد من المتعاملين الخواص أصحاب المطاحن الخاصة يستوردون بأموالهم القمح الصلب ومنتجاتهم تسوق على مستوى الأسواق بنفس السعر الذي يطبقه الباقي أصحاب المطاحن التي تتدعم من لويسي الإشاعات اللي تقول سوف تكون هناك ندرة كبيرة في صناعة العجاء في توفر المنتوج أو ارتفاع أسعارها هذه اللي تقول لأن هناك مصالح رقابة كانش حاجة اللي دفعت باش تزاد الأسعار نفس القحة القمح اللي راي يخدموا به العجاء بالأمس راي يخدموا به اليوم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها الجزائر جراء أزمة كورونا وما ترتب عنها تستوجب إعادة النظر في قرارات قد يكون لها أثر سلبي في الأسواق أو تأجيلها إلى وقت آخر